بنتخدع بيها وبيقدر المخترق من خلالها إن ورائب نشاطنا باستمرار هي المواقع المخترقة اللي بندخل عليها واللي بنبقى ما عندناش سابق معرفة بيها وأول مرة نتعرض لها تخيل كده إنك دخلت محل جديد للمرة الأولى وما تعرفش إن البايعين اللي شاغلين جوه أصلا مجرمين من الطراز الأول فتشتري من عندهم منتجات تطلع في النهاية أدوات تجسس يرقبوك من خلالها لحد ما يلاقوا الحاجة اللي يقدروا يبتزود بيها واللي بتتفتح لوحدها فيه تبويبات جديدة أثناء التصفح غالبا بتلاقي المواقع دي بتعرض عليك إنك تحمل برامج أنت مش عايزها أصلا وتلاقي الزرار بتاع الدونلود حجمه كبير وعمال ينور علشان يشدك ويخليك تحمل البرنامج وانت مغمض فلازم ناخد بالنا وما نحملش أي برامج بالشكل ده في خاصية معروفة بتقابلنا كتير أثناء التصفح اسمها الكوكيز الكوكيز ببساطة هي شوية معلومات تخص نشاطك على موقع معين الخاص بحسابك والمعلومات دي بيخزنها الموقع على صورة ملفات على جهازك علشان يقدر يرجع لها ويفتكرك كويس لما تفيله وترجع تفتح مرة تانية وعادة المواقع بتخيرك ما بين إنك تنشط الكوكيز دي أو لأ ومن هنا بيكون مفتاح الباب الموارب في إيدك لكن مع ذلك في بعض المواقع بيبقى فيها صغرات أمنية في الأكواد المكتوبة بلغة الجافا سكريبت بيقدر المخترق من خلالها إنه يحط إيده على الملفات دي وده معناه إنه ممكن حد من بره إدارة الموقع يقدر يشوف المعلومات اللي رايحة جاية من الموقع للجهاز عندك وده بيديره صراحية على بياناتك ويقدر يخترق حسابك بسهولة وإنت اللي هتكون اديت له الباسورد بتاعك على طبق من ذهب فعلشان كده مش بالضرورة نفعل خاصية الكوكيز لأي موقع والسلام لأن حتى المواقع المشهورة واللي بيزعون الناس إنها آمنة بنسبة 100% هي كمان معرضة لوجود الصغرات اللي زي دي في الأكواد بتاعتها فلو عندك حساب عليه بيانات مهمة مش بالضرورة تخزن الباسورد بتاعك بأي شكل من الأشكال على المتصفح يا سلام لما بنكون مش معنا إنترنت على الموبايل وأثناء جولة خارجية في أحد الأماكن العامة نلاقي بالصدفة البحثة شبكة واي فاي من غير باسورد ساعتها أي بيانات بيتم طلبها علشان يتيح لنا التصفح بحرية بننديهاله وإحنا مغمضين وأحيانا بيكون شخص هو اللي عامل شبكة واي فاي وهمية زي إنه يكون فاتح حوت سبوتن على جهازه الشخصي ويسمي الواي فاي اللي هو عامله ده باسم مثلا محل قريب من المكان وبمجرد ما حد يدخل على الشبكة دي بيسلمه جهازه من غير ما ياخد باله ويخليه يدور بقى على الصغرات اللي عليه علشان يفتح أبواب أكتر لاختراقه لدرجة إنه ممكن يقدر يوصل للرسائل اللي بيتم إرسالها عن طريق المسانجر أو الواتساب وعلشان كده مش لازم تسق في أي شبكة واي فاي مفتوحة مجانا حتى لو كانت الشبكة دي باسم شركة كبيرة ومعروفة أحد أسكى طرق الاحتيار الإلكتروني معروفة باسم الفاشنج وعلشان نفهمه كويس تخيل إن فيه يوم حد من إخواتك كان برى البيت وجيه واحد تاني انتحل شخصيته واستخدم قناع لنفس ملامح وشه ولبسه وقلت صوته كمان هتفتح له الباب على طول اعتبارا منك إنه أخوك ولو قالك إن المفتاح ضع منه في مكان معين وطلب منك نسخة جديدة من المفتاح هتديها له من غير ما تفكر علشان بعدها تكتشف إن الشقة كلها تسرقت وإن الشخص اللي دخل البيت وخد منك المفتاح ما كانش أخوك من الأساس بنفس المنطق بالضبط بيبتدي المخترق يبعط لك روابط لمواقع أنت مسجل عليها حساب شخصي قبل كده وينتحلوا اسم الموقع ويحطوا نفس التصميم وكل حاجة ويطلبوا منك الاسم والباسورد علشان تدخل عليه ولو أنت وقعت في الفخ ده وافتكرت الموقع الحقيقي وجذبت بياناتك فيه فكده أنت بتسلم المفاتيح للحرامي ومبروك عليه كل البيانات علشان كده ما تفتحش أي روابط ما بعتالك ولا تحط بياناتك والباسورد لتاعك إلا لما تتأكد 100% إن ده الموقع الحقيقي مش نسخة مزيفة وأنا شخصيا بيجي لي إيميلات لا حصر لها من ناس بتدعي إنها موقع يوتيوب في سبيل الحصول على باسورد القناة تفتكروا في حد عقل صاحب شركة أو مخزن يعمل مفتاح واحد لكل المكاتب والغرف؟ أكيد لا ومش منطقي ولا العقل بيقول كده لأن ده معناه إن بمجرد ما يتم الاستلاء على المفتاح ده بأي وسيلة يبقى الشركة كلها تسرقت مش قوضة واحدة بس ودي غلطة بيقع فيها كتير من الناس اللي بيمتلكوا حسابات كتير على مواقع مختلفة من باب الاستسهال وعلشان ما يفضلش يفكر كتير يبتدي يعمل نفس الباسورد لكل المواقع والحسابات اللي بيمتلكها والخطورة بتبقى أكبر لو عندك حساب بنكي بتدخل عليه عن طريق الإنترنت وعمله هو كمان بنفس الباسورد الشخص اللي بيخترق حسابك على موقع معين بيكون ذكي لدرجة إنه بيجرب كل الاحتمالات اللي بتيجي في دماغه ويبدأ يشوف لو فيه أي موقع تاني مربوط بالحساب ده يدخل عليه ويجرب نفس الباسورد ويالها الدهشة ممكن يلاقي الموقع فتح معاه زي السكينة في الحلوة حسابك عليه وربطه بحساب جوجل اعملهم بباسوردين مختلفين لأن الطريقة اللي هتقدر ترجع بيها حسابك لو تسرق هتبقى بتعتمد على الإيميل اللي انت ربطه بالحساب فلو هو كمان تسرق يبقى ساعتها الموضوع انتهى الحاجة أمه الاختراع وعلشان المخترق يجبرك تنزل برنامج معين لازم يولد عندك حاجة ملحة تخليك تنزله ومن أهم البرامج دي هي الانتي فيروس واللي مفيش غنى عنها لأي شخص بيستخدم الانترنت باستمرار وبالذات لو كان بيحمل ملفات من مصادر مختلفة اللي بيعملوا المخترق في الحالة دي إنه بيبتدي حسسك إن جهازك في خطر عن طريق إعلانات بتطلع وانت بتتصفح في مواقع أو بتستخدم أي تطبيق أونلاين هتلاقي لمبة إنذار بتشتغل واللون الأحمر مسيطر على الإعلان وكأن الجهاز بتاعك في حالة طوارئ جيم ولازم لازم تحمل الانتي فيروس دلوقتي وطبعا بيكون مرفق مع الإعلان اللطيف ده زرار تدوس عليه علشان ينزلك البرنامج السحري اللي هينضف الجهاز في لمح البصر لكن عادة بيكون برنامج تجسس بيديره صلاحيات أكتر على الجهاز فلو ظهر لك إعلان من دول وانت شغال اقفله وما تنزلش انتي فيروس من اللي هو بيرشحه لك واعتمد على الانتي فيروس من المواقع الرسمية فاكرين زمان قبل ما الانترنت يتشهر كانت الوسيلة الوحيدة اللي بنقدر نتبادل من خلالها الملفات هي الفلاشة الـ USB أو الـ CD أو الـ Hard Disk وكنا دايما لما ندي الفلاشة البعض بنأكد على إنها ما يكونش عليها فيروسات علشان ما تبوز لناشي الجهاز دلوقتي بقى الموضوع أخطر بكتير غالبا الشخص اللي موصل فلاشة في الجهاز بتاعه بيكون جهازه عليه انترنت ومن السهل جدا أنه أثناء عملية نقل البيانات على الفلاشة ينتقل لها أحد الفيروسات اللي بتنزل عن طريق الإنترنت وتوصل لجهازك وانت مش داريان وكالعادة الفيروسات دي بتكون برامج خفية لها بعض الصلاحيات اللي تسمح لها تدمر البيانات المخزنة على الجهاز أو تسرق الملفات وتبعتها بطريقة معينة للمخترقين عن طريق الإنترنت فمن الضروري أنك تهتم بفحص أي فلاشة أو CD هتحطهم على الجهاز بتاعك قبل ما تنقل أي بيانات من عليها في بعض الأحيان بتكون عملية الاختراق تدريجية لحد ما يتم الإيقاع بالفريسة والسيطرة عليها زي أن المخترق بدل ما يخترق الشخص بعينه يخترق شبكة الإعلانات اللي بتكون مرتبطة بموقع بيتوافد عليها عشرات الآلاف يوميا وده معناه أن تحكمهم في الوقت ده بيكون في الإعلانات اللي أنت بتتصفحها جوه الموقع وإنت فاكر إنها تخص الموقع نفسه بهدف الربح وإن دي حاجة طبيعية ويا سلام بقى لو كانت أصلا مواقع تسوق أو بيع وشراء عن طريق الإنترنت فلو عايز تحمي نفسك من الاختراق عن طريق الباب ده فعل خاصية الأد بلوكر أو مانع الإعلانات الموجودة في المتصفح ودي دورها إنها تمنع الإعلانات المباوبة من الظهور وبكده هتقلل الفرص اللي ممكن يتم خداعك فيها أثناء جولتك التسويقية التحديثات اللي بيقوم بيها أي نظام تشغيل في العموم بتكون لصالح المستخدم وده بهدف غلق أي صغرى أمنية تم اكتشافها في الإصدارات القديمة من الويندوز وكتير من المستخدمين بيهملوا تحديث نظام التشغيل اعتبارا منهم إنه بيستهلك مساحة على الفاضي ومش بيحسوا بالفرق الجوهري بين الإصدارات لكن أحب أقول لكم أنت كده بتعرض نفسك للاختراق لأنك بالضبط عامل زي اللي اكتشف إن فيه فتحة في البيت اللي هو عايش فيه وكسد يسدها بحجة إن محدش واخد باله لكن من الطبيعي إن المخترقين هيستغلوها ويدخلوا من خلالها وكمان لو كنت بتستخدم نظام تشغيل قديم زي ويندوز اكس بي اللي شركة مايكروسوفت أصلا ضطلت تعمله أي نوع من أنواع الدعم فانت كده معرض للخطر ولازم تحدثه في أقرب وقت يا طرى لو كنت ماشي في الشارع وكنت محتاج توصل مستندات سرية لشخص تعرفه بس ما عندكش وقت ومحتاج وسيط ما بينكم يوصل خاله تفتكروا هل من الحكمة إنك تديها لحد غريب ما تعرفوش في الشارع وتقوله روح انت أكيد لا وبنفس الطريقة ماينفعش تكون بتستخدم جهاز غير الجهاز الشخصي بتاعك في مكان عام زي فندق أو محل أجهزة كمبيوتر أو غيره وتفتح حسابك البنكي على سبيل المثال والأدهى من كده إنك تسمح للمتصفح إنه يحفظ الباسورد بتاعك لأن دي واحدة من أشهر التصرفات المغلوطة اللي بيقع فيها الناس ويكتشفوا بعدها إن الحساب تم اختراقه بطريقة غير مفهومة وهو كل ما في الأمر إن صاحبنا ساب الباسورد بتاعه بمزاجه على كمبيوتر في مكان عام ترجمة نانسي قنقر